بسم الأب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين اليوم التالي لعيد القيامة دائما نحتفل به باليوم التالي لعيد القيامة هو اتنين القيامة واثنين القيامة هنا بنعبر به عن المسيح الإله بصورة اجتماعية شعبية واثنين القيامة هنا بناخد فيه البيضة رمز للحياة الأبدية وتتلون علشان الحياة بتتغير في شكلها وأصبح هذا العيد مربوط بتعبير شعبي اللي بنسميه شام النسيم ورغم أنه هذا العيد اللي شام النسيم موجود في التقاليد المصرية القديمة إلا أن الكنيسة أخدت هذا التقليد الشعبي والاحتفال بالحياة الجديدة الربيع الجديد للحياة وربطته بتاني يوم عيد القيامة عشان نحتفل به جميعنا بالقيامة نحتفل في هذا اليوم بإعلان فكر القيامة لي عشان كده بنقدم البيضة كرمزة للقيامة أنه من بره ممكن يكون شكلها ميت ما فيهوش حاجة لكن جواها حياة ودي الاسلوب اللي استخدمته المجدلية حينما ذهبت لكي تقابل بيلاتوس وده حسب التقليد الكنسي أن مريم المجدلية راحت وخدت بيضة علشان تشرح لي فيها لبيلاتوس علشان تفهموا أن الذي مات كان هو الإله وكانت حياته فيه وأصبح أيضا هو بقيامته حياة لنا جميعا وبالتالي بنحتفل بهذا العيد احتفالا شعبيا ولكنه أيضا له الأصول الروحية أن بنحتفل به بالقيامة ربنا يدينا أن نحتفل دائما كل أيام حياتنا بعيد القيامة لأن القيامة هي إعلاننا للحياة في حياتنا اليومية التي على الأرض وأيضا في السماء أعطانا أن نحيا فيه بقيامته في طبيعة جديدة في فكر جديد في إنسان جديد أي نتغير عن أشكالنا بتغيير فكرنا بفعل وعمل روح الله الكدوس الفاعل فينا بفعل قيامته المقدسة ربنا يديكو كل نعمة وبركة والإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر